لن نغفل العنوان اللي برضو يمكن في وسط عناوين كتيرة ويمكن للي ما يخصوش الموضوع ما بينتبهش لحاجة بتحصل كده على الهامش وبهدوء لكنها من أكثر الأمور القيمة اللي حصلت على مدار الثلاثة أو أربع شهور اللي فاته بداية من إفتار الأسرة المصرية في مايو اللي فات لما رئيس أصدر مجموعة من القرارات بس كان من أهمها لجنة العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا وقضايا الرأي أحيانا وقضايا وصادرة ضدهم أحكام قضاء لجنة العفو الرئاسي على مدار من مايو لدلوقتي شهرين فاتوا وعملها ونتاج هذا العمل ونتاج هذه المبادرة من سيادة الرئيس في بيوت رجعت لها الحياة في بيوت أعطيت لها تاني دفعة أمل في بيوت استردت أهم ما يخصها في الحياة فده بيحصل بعضنا متابع ومهتم وشايف نودي طاقة النور المفتوحة ولو كان بابها صغير كده قد كده لكن هي طاقة نور مفتوحة حقيقي ناحية الجمهورية الجديدة وناحية التحقق الحقيقي اللي احنا عايزينه يحصل تزامنا مع الحوار الوطني بيحصل إنجازات حقيقية في هذا الملف بهدوء جدا شاركوا النهاردة بالقرار اللي حصل النهاردة النهاردة سيادة رئيس عبدالفتح السيسي أصدر قرار رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية المفرج عنهم النهاردة أو البيوت اللي هتترد ليها الروح النهاردة يعني هشان فؤاد محمد عبدالحليم قاسم أشرف قاسم أحمد وأحمد سمير عبدالحي طارق النهري حازم حسن عبدالرقوف خطاب حسن طارق محمد المهدي صديق وخالد عبدالمنعم صادق صبر بسرعة كده خلونا نعرف هذه الجهود بتفصيل أكتر من الأستاذ عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار أهلا بحضرتك أهلا وسعلا دكتور قدني مونسا صامحنا يعني متابعين عفوا دكتور عصام متابعين مجهودات لجنة العفو ومجهودات العفو الرئاسي لكن بعض الناس بيختلط عليها الأمر ما بين العفو الرئاسي عن الصادر ضدهم أحكام قضائية والعفو عن بعض المحتجزين في قضايا أو على ذمة بعض القضايا فضلك وضح لنا دور لجنة العفو حدود عملها بما لا يتعارض طبعا مع استقلال القضاء الحقيقة هو اللجنة العفو زي ما كان سمعت من بعض منهم هما دورهم هما بيرصدوا الأسماء وبيتم إرسالها إلى الرئاسة ولكن من هم رئاسة بتعطي عفو والذي حكم عليهم أحكام نهائية وزي ما كنت سمعت السيد من علي وزير العجل لأن الذين مازال معهم التحقيق مستمر ما بيتم مش عفو أنه ده خصاص أصيل للنيام بالضبط اللي مازالوا على ذمة قضية بالضبط اللي مازالوا على ذمة قضايا أو تحقيقات فهؤلاء هم لا يشملهم العفو وده اللي احنا فهمنا من مع علي وزير العجل طبعا فكرة العفو الرئاسي وهو حق أصيل للخيانة الفنسية أو للخيانة الرئيس تبقى للمواد الدستور لكنها تعطي مؤشر بتعطي مؤشر في اتساق مع مبدأ حقوق الإنسان اتساق متصل في المفهوم الشامل والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما في الأفهمها مش كما تملع علي يعني احنا عايزين نحط ده في السياق متصل كده مع حقوق التعليم والصحة والحياة الكريمة وكل ده بدأ فعلا ومنذ ساعات صدر قرار مرعاة للحالة الاجتماعية والظروف الآنية للمشكلة العالمية وليس مشكلة محلية أنا عاوزة أسأل حضرتك أستاذ عسلم يعني برضو الطريقة في اختيار هؤلاء اللي بيتم ترشيح أو طرح أسمائهم على القيادة السياسية هل تكون القضايا المختصة بحرية الرأي والتعبير ولا أي نوع من أنواع القضايا بتدرسوا لجنة العفو وبترى أن هي في وجهها من أن الشخص ده يعني ممكن يتم العفو عنه فبتعرضها على سيادة الرئيس يعني أي نوع من القضايا حسب برضو معلوماتي برضو أنا لست عضو في تلاتة العفو لأن في منهم بعض الأصدقاء لنا لا هم يريدونسوا كل القضايا بدليل أنه مثلا بيخرط بعض الغارمات في العفو بيخرط لا بيبقى أي في حالات إنسانية بتستوجد ده لكن دكتورة دينا خليني أخذ جزء بننظر بمشمول أكبر كلمة العفو العفو يعني التسامح العفو يعني لأن من يعطى أنهم ليس معنا أنهم غير مدادين لكنهم تم إدانتهم قضوا فترات من العقوبة ولكن هناك ظروف إنسانية بتاحكم لابد نخرجهم ظروف عائلية ظروف صخية ولكن أنا عايز أن انتهز الفرصة دي وأقول إن إحنا في مرحلة العالم كله بيمر بأزمان ولا بد أن نكون متكاتفين وأول العناصر الرئيسية اللي أنا بأتمنها أن نكون مع بعض في المجتمع نعفو ونتسامح كل للآخر يعني نستطيع أن نقبل الآخر وبلاش التراشق في المجالات المختلفة الحاجات اللي إحنا بنرصدها في المجتمع هذه الأيام لأنه لا بد أن نكون جميعا على قلب رجل واحد في هذا الوطن للزروف وليس اللي مش عايز أقول برضو بركز علشان إحنا أحيانا في بعض الأبواق بتتخذ الأزمة العالمية وبتعمل عليها فوكس وكما لو كانت هذه الأزمة مصرية خالص بل من العكس أنا بنتهز الفرصة دي بقول أنه هناك دول كبرى وفي تاريخ عظيم واقتصادات مستقرة في الأزمات اللي فاتت بدأت تعاني وقيادتها السياسية أعلنت صراحة أننا لن نستطيع أن نفعل لكم شيء في كل ظلوك ما نحن فيها ولكن القيادة السياسية الموجودة بتبزل كل مقصار جهدها وزي ما حضرتك بتقول اللي حضرتك بتشاور عليه ظرف اجتماعي أو رؤية اجتماعية أكتر ما هي حاجة مرتبطة بظرف اقتصادي مؤقت إن شاء الله وسيزول إن شاء الله أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا اللي وسيد عسان خلي رئيس حزب المصرين الأحرار وأخبار العفو الرئاسي دائما هي أخبار مفرحة فاتشوا عنها إنحازوا ليها إفرحوا لأنه حقيقي في حالة من المصالحة بتحصل مع قطاعات كانت غاضبة جدا كانت متألمة جدا وأسر متألمة جدا أخبار العفو الرئاسي دائما أخبار مهمة